من دمشق الى تهران مرورا ببغداد تقاسمت العواصم الثلاث الاحداث اليوم وحطت خرائطها على الطاولة فجأة وفي توقيت الاستثنائي ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم بتوقيت تهران حط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق وعقد لقاء بالغ الدلالات شكلا ومضمونا مع الرئيس السوري بشار الاسد في مقر تجميع القوات الروسية بالعاصمة السورية وفي تهران التشيع الاستثنائي اختتم مسيرته التي امتدت بزخم مليوني على مسافة ايام متتالية وعلى مساحة الجغرافيا من ايران الى العراق وكل البقاع الشاهدة على نضالات الشهدين قاسم سليماني وابو مهد المهندس ورفاقهما في العراق كان الوداع الاخير للمهندس بمدينة البصرة بعد اعادة الجثمان من ايران وفي الجمهورية الاسلامية كان الوداع الاخير لسليماني في مسقط رأسه كرمان في محطتي التشيع الاخيرتين وكما في سابقاتهما الف رسالة ورسالة حملتها الحشود التي عدت بين الاطخم في التاريخ وانزلت منزلة الانتقام المعنوي المزلزل قبل الرد الميدني الذي لا ريب فيها في مسقط رأس سليماني تعهد جديد على لسان الحرس الثوري بالانتقام لما كان آمنا للامريكيين في المنطقة والاغتيال هو بداية نهاية حضورهم فيها قال الجنرال حسين سلامي امام الحشود التي قاطعته مرارا بهتافات الموت لامريكا وعلى المستوى التشريعي كان البرلمان الايراني يقر اجراءات للرد على العدوان الامريكية ويضع البنتاجون على لائحة الارهاب البنتاجون كما غيره من المؤسسات والمسؤولين الامريكيين اصابتهم في الساعات الاخيرة لعنت التخبط والارتباك بعد نشر وثيقة تؤكد استعداد القوات الامريكية وحلفائها للانسحاب من العراق واذا كان الامريكيون قد حاولوا نفي هذا الامر فان مياه الوقائع كانت تكذب الغطاصين فكيف يمكن تفسير عملية اعادة انتشار قوتهم في مواقع قرب العاصمة العراقية ولماذا اعلنت المانيا نيتها سحب جنودها واكدت بريطانيا رسال فريق اجلاء الى العراق وماذا يضمر شروع ادارة دونالد ترامب باعداد صيغة اولية للعقوبات على العراق وفي موازات الغليان الحاصلة في المنطقة حكومة لبنان هب سيخني وهب بيردي وقد اوحت الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس المكلف حسان دياب الى قصر بعبدة ان الاجواء ايجابية وان العقدتين المتبقيتين امام ولادة الحكومة جرى تذليلهما وفي معلومات الانبئان ان عقدة الخارجية حلت وتم الاتفاق على ذهابها مجددا الى التيار الوطني الحر فيما يتسلم الوزير السابق ديميانوس قطار حقيبة الاقتصاد لكن هذه الايجابية بحسب مصادر متابعة لا تعني ان الحكومة ستبصر النور غدا او بعد غد لان الامور تحتاج الى مزيد من الوقت بسبب التغيير على بعض الحقائب كما ان التطورات الاقليمية فرضت نفسها عنصرا اساس للتريث لمعرفة مسار الامور في الساعات المقبلة